تطورات مراحل تنفيذ مشروعي مدينة خزائن الاقتصادية ومدينة محاس الصناعية في ولاية خصب استعرضها مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في اجتماعه الثالث لهذا العام وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية لنتائج دراسة إقامة تجمعات الصناعية المتكاملة في كل من منطقة شليم للمعادن الصناعية وسلاسل التبريد والصناعات الغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والصناعات القائمة على الألمنيوم في المنطقة الحرة بصحار كما ناقش الاجتماع منح تسهيلات واعتماد الحوافز للمشروعات التي تستخدم تقنيات البناء الحديث ترأس الاجتماع معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس الإدارة